ضمن الفعاليات المخلدة للذكرى الثالثة والستين لعيد الاستقلال الوطني الوزير الأول السيد محمد بلال مسعود يشرف على تدشين المقطع الطرقي الرابط بين مقاطعة بن شاب بولاية إنشيري وطريق واذيب واكشوت بعد قص الشريط الرمزي إيذانا بتشغيل المقطع الطرقي تفقد الوزير الأول والوفد المرافق له جزءا من هذا المحور الطرقي الذي يبلغ طوله 73 كم الوزير الأول تلقى شروحا فنية مفصلة حول الطريق وخصائصه الفنية والمعايير التي اتبعت في تشهيده حفل تدشين الطريق الذي جرى بحضور عدد من أعضاء الحكومة والسلطات الإدارية والمنتخبين المحليين بولاية إنشيري شكل مناسبة لوزير التجهيز والنقل استعرض فيها أهم الإنجازات التي تحققت على مستوى البنية الطرقية مذكرا بأهمية هذا المحور الطرقي ودوره في التنمية بولايات الشمال يعتبر المحور الطرقي لبن الشاب الواقع على الطريق الوطني رقم 4 طريقا محوريا يبلغ طوله 73.4 كم بغلاف مالي قدره 689 مليون أوقية قديمة بتمويل كلي من الصندوق السعودي للتنمية الذي يساهم بدعم وتمويل مشاريع تنموية في إطار علاقة الأخوة والصداقة بين بلدين الشقيقين وبهذه المناسبة نذمن عاليا تلك الجهود الخيرة برعاية صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني وخادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وأقتنم الفرصة لتقديم جزيل الشكر شكرنا وامتناننا إلى الصندوق السعودي للتنمية وللأخوة والأشقة في المملكة العربية السعودية على ما يبدلونه من دعم للبرامج التنموية في البلد وقد أشرفت على أشغال هذا المحور الطرقي شركة ستم بمراقبة ومتابعة مكتب الأشغال ستريم معالي الوزير الأول سيدتي سادتي إن تطوير البنية التحتية الطرقية تحتل مكانة بارزة في برنامج فخامة رئيس الجمهورية عهداتي وفي هذا الإطار يعتبر طريق بن الشاب محورا هاما سيساهم بشكل كبير في تطوير منطقة بن الشاب والتجمعات الريفية المحيطة بها أهمية البنية الطرقية ودورها في تمكين سكان الولايات الشمالية من التنقل وخلق تنمية اقتصادية محلية أمور من بين أخرى أكد المنتخبون المحليون أهميتها في مداخلات حملت رسائل الشكر والامتنان ومطالب السكان إنكم تشرفون اليوم على تجشين واحد من أهم المشاريع التي يتم إنجازها تباعا ألا وهو الطريق الذي يربط مدينة بن الشاب بالطريق الوطني ونظرا لما يمثله هذا الطريق من محورية وأهمية قصوى في تسهيل نقل الأشخاص والبضائع وربط مدينة بن الشاب الفتية ومن خلالها ولاية إنشير كلها بالعاصمة واكشوت ربطا ذانيا وكذا ربطها بالعاصمة الاقتصادية نواذيبو بل بالمغرب العربي وأوروبا فإن هذا الإنجاز الذي طال انتظاره من طرف ساكنة الولايات يعد مكسبا كبيرا لهذه الساكنة وللوطن كافة معالي الوزير الأول إن إتمام هذا المشروع يعكس الرؤية الاستراتيجية لفخامة رئيس الجمهورية وإعلان السياسة العامة للحكومة في مجال التنمية وتحسين جوزة حياة المواطنين إن الصيانة أمر مبالغ الأهمية لهذه الطريق خصوصا أنه يعبر من سلسلة كثبان أكشار الوعرة والمتحركة إن توفير جرافتين ثابتين على هذا المحور أمر حيوي وضروري للغاية إن فخامة الرئيس الذي مد الجسور وعبد الطرق مد كذلك جسور تجاوز ضيق الخلافات إلى سعة ما تفرضه مصلحة الوطن والمواطنين من انسجام كما عبد طرق تلاقي كل المواطنين حول مشروعه المجتمع الطموح وبهذا التدشين تكتمل أشغال طريق بن الشاب نواذيبو في ظل ترقم لما ستضيفه من حركية اقتصادية لصالح السكان وكانت السلطات الإدارية والمنتخبون المحليون بولاية إنشيري قد خصصوا استقبالا للوزير الأول والوفد المرافق له عند مدخل مدينة بن الشاب تعبيرا عن تذمينهم لما تحقق من إنجازات على مستوى الولاية خلال السنوات الماضية